أكد دكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء أن خطة تخفيض الدعم ستكون تدريجية وسيتم تنفيذها في فترة تمتد إلى سبع سنوات من دون أن تمس بمحدود الدخل وخلال اجتماع المجموعة الوزرية الاقتصادية الذي ترأسه الببلاوي اليوم لمتابعة الخطة العجلة لتحفيز النشاط الاقتصادي أوضح تقرير خاص بمستحقات المقاولين لدى الحكومة أنه تم سداد 720 مليون جنيه من تلك المستحقات وتمت الموافقة على سداد مليار جنيه أخرى من تلك المستحقات خلال الأسبوعين القادمين كما أكد وزير التخطيط أنه تم تخصيص 764 مليون جنيه لمشروعات التنمية المتكاملة لمنطقة حلايب وشلاتين حتى ديسمبر 2014 بينما عرض وزير التموين تقريرا حول جهود الوزارة لتوفير السلع التموينية وجهود ضبط الأسعار من خلال سيارات المواد الغدائية التي تتبع الوزارة ترجمة نانسي قنقر